طالب العلم للرحمن يسجد دينه الإسلام والقدوة أحمد بين عين يا شماعة الخير لما نبغى نناقش مسألة علمية أنا أعطيتكم هذا الشاهد حتى أجيب لكم عشرات الشواهد زيها لما أنا أقول لكم كلام أو غيري أو تقرأوا فيه كتاب بالله عليكم مش المطلوب اهدأوا وخذوا الكتب وقعدوا اطلعوا وقرأوا بهدوء وخذوا الطرف الثاني وقرأوا بهدوء وتأملوا الذي لاحظته من خلال تجربة طويلة ومريرة التالي يجي زي الشيخ الألباني رحمة الله عليه ويطيح في المشايخ الرد المفحم على من ألزم رحمة الله عليه أنا جلسه أربعة خمسة مرة على هذا الموضوع ويجي الشيخ مثلا الفوزان يعني الله يوفقه وأن هذا ما يسير وأن هذا لا يعرف وأن هذا يدعو إلى فتنة ونعرفين ونسوي ايش الآن اشتباك بين الطرفين هذا يقول أنت ما تفهم هذا يقول أنت تفهم هذا يقول أنت ما تفهم هذا يقول أنت لا تفهم ونقعد نضيع في المعركة بعدين لو تجي تتأملوا في كتابات كل واحد حتلاقوا أنه يأتي على نص يصدمه ما يسوي في النص يبا يطلع منه يقول لك الآن مرأة وضيئة لازم نفسرها ما تفسير المرأة الوضيئة يقول لك وتفسير المرأة الوضيئة التالي أنه جاءت ريح فحركت مصفعها فرآها الصحابي ورب الحلق هكذا موجود في كتب الفقه طيب وكانت المرأة مثل الغربان قال لا هذه قضية يعني كانت حبة حبتين في الصحابة كيف عرفتوا أن حبة حبتين وانا لازم أوصل لت معنى معين فسأسقط محد راضي من الطرفين يسويش يعترف ويش يقول يقول في واحد ما بقول اسمه الآن لأنه عالم جليل ومات الله يرحمه أتحدى أن يأتيني أحد فيقول أن المرأة في عصر النبوة كان الخمار معناها أن ترطي وجهها وأنا عندي دليل ينهيهم لما تقرأ كلامه شوف مشكلة اللي قاعدين يتكلموا ويؤلفوا يقول لك اسمع هنسف لك الموضوع نصف وأقفلهم من الآخر زي ما يقول أخوانا المصريين يعني بمعنى إيش لا تفكر بعدي إياك أن تفكرها بعدي قفلت لك عن الموضوع سأنسف لك كل ما قالوه طيب فضل يا فضل الشيخ قال لك المرأة لما تجي تبغت تصلي لا في حديث المرأة في الصلاة أن تبدي وجهها وتبدي إيش يدها ها أحد كانت تكلم طيب وأن هذا هو معنى الخمار أن المرأة إذا بلغت المحيط إيش يعني بلغت المحيط يعني البلوغ هو المقصود هنا بالبلوغ المقصود بها فتصلي المرأة قال وأتحدى أحد يعطيني أن الخمار في السنة معناه كذا كذا نحن مختلفين في اللغة تعالوا في السنة فجاء في الرواية الصحيحة لما الصحابي مات في الحج قال فخمروا وجهه ما يعني هذا الكلام يوجد في السنة أو لا يوجد في السنة لماذا التحدي لماذا دائما المقاتلة لماذا دائما الصراع لماذا دائما الطرف الآخر هو غلطان لماذا أنت الوحيد الذي صح طيب خذوا هذا النموذج واحد في كتاب الغناء والمعازف قاعد يشرح حديث البخاري وبعدين ما جاء قال لك قال لك وبعد أن شرحت لك ما شرحت طيب ما هو المطلوب هل يستطيع أحدهم أن يدعي بعد ما قلت لك ما قلت والله العظيم موجود الكتاب وأعطيكم ميابل بالحرف و بالنص فأنا علقت عليه في كتاب الفن المعاصر هو عالم قلت له يا مولانا ما نتواضع شوية لله لماذا هل يدعي أحدهم يعني أبو حنيفة الدعاء ومالك الدعاء فهل الأطفال عندك وانت شايف القرن العشرين نحن عارفين أنك أنت ممكن تجتهد الله يوفقك تجهد بس حرام عيب تقول ليش فهل يدعي أحدهم بعد ما قلت لك ما قلت طيب ليش يدعى هو يقول رأيه رأيي صواب ايش ورأيك ايش خطأ يحتمل الصواب وشكرا لجماعة الخير أما يدعي وتدعي وكلام ولذلك أي كاتب في الكون خذ هذه القاعدة أي كاتب في الكون صاحب مقالة صاحب انترنت أو الإنسانة كاتب مقال مثقف عالم مفكر أي إن كان لما نجي يقول لك انتهينا معناها إيش غير متواضع غير متواضع للعلم كلمة انتهينا لا ما انتهينا الباب واجتهاد مفتوح ليش إلى يوم القيامة الذي بعده جليه الاختلاف حول نقد التاريخ كم لنا من الوقت لو سمحتم مشينا الآن ساعة وكم ساعة وربع بسم الله قبل ما يتوفى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه بسنتين تقريبا كان هناك شيخ في أبها شهير اسمه عبد الرحيم الطحان مين من القاعة يعني بكل تجرد يعرفوا يرفع يده شيخ عبد الرحيم الطحان كويس يعني لو قاع عندنا 150 مئتين هنا اللي يعرفوا ممكن اثنين ثلاثة طيب عبد الرحيم الطحان لو أشرط في السوق كثيرة جدا له محاضرات لا مو محمود لا عالم آخر سوري اسمه عبد الرحيم الطحان كان في أبها شوفوا الكلام التالي جاء شيخ ألف عليه كتابا اسمه تحذيرات الإخوان من انحرافات عبد الرحيم الطحان كلام حلو صح؟ كلام كده مقنن وهذا عالم وهذا عالم وإن كان عبد الرحيم أكثر علمية ركزوا في الكلام اللي حجب لكم هي كيف ننقد التاريخ؟ جاء وأعطى للشيخ عبد العزيز بن باز الكتاب قال له يا شيخ عبد العزيز بن باز أبغاك تأخذ هذا الكتاب وتشوف انحرافات عبد الرحيم الطحان وعشان يسوق للسلعة يقول هذا عبد الرحيم الطحان يتكلم في شيخ السنة الإمام الألباني حلو قاعد أروج للقضية الخلافة اللي بينه وبينك أقول ماذا أسوي حوله؟ أجيب من هنا أقصة من هنا أقصة من هنا أحكاية يعني قضية مو فقهية لا قضية كذا طيب راح الشيخ بن باز الله يرحمه قال للشيخ صالح الفوزان يا شيخ صالح الفوزان اقرأ هذا الكتاب وعلق لي عليه جاء أخونا في الله صاحب هذا الكتاب وطبع الكتاب وسمى تحذيرات الإخوان من حرافات عبد الرحيم ماذا يتطحان ركزوا معي قرأه عبد العزيز بن باز قدم له صالح الفوزان قرأه لماذا قرأه؟ لن نروج للموضوع لنحن الشيخ بن باز لا نعرف قرأه لم يقرأ واحد قرأ عليه لأنه شيخ كان ضير رحمة الله عليه ومن الذي قرض له الشيخ الفوزان والشيخ الفوزان رد على الشيخ بن باز قال له يا شيخ بن باز قرأنا الكتاب وفعلا تبينت لنا الملحوظات قبل وفاة أخذت الشيخ بن باز بسنتين والله هكذا الشيخ بن باز وأنا الله يسامحني أخذت الكتاب وذهبت للشيخ عبد بن باز زي هكذا بعد العشاء في منزل عمي الشيخ داود والذين يعرف عمي يعرفون من الذي كان يبات في بيت الشيخ عبد العزيز في بيت الشيخ داود الله يحفظه فجلست مع الشيخ بعد العشاء مباشرة قلت له يا شيخ هذا الكلام فيه من الأكاذيب ما الله به عليم قال لي تفضل قلت له شوفوا القصة ركزوا معي نقطة المشايخ بعض المشايخ طبعا الشيخ عبد الرحيم الطحان عالم جليل جدا والآن هو في قطر وأنا صليت معه الفجر قبل شهرين وكان يئم بنا ولده في صلاة الفجر في قطر بعد عهدي به أول لقاء التقيت به ألف واربعمية وستة للهجرة أول لقاء به وفي هذه السنة أو ألف واربعمية وسبعة للهجرة رجاءنا الشيخ عائد القرني كان معيد في الجامعة حكّنا قصص عن الصحابة فبعض الشباب الذين كانوا معنا قالوا الشيخ عائد القرني هذا مين؟ هل هو أشرط؟ قالوا لا له شريط واحد في السوق لن يعرف وقتها كان أيضا الشيخ سعيد بن مسفر ما له ولا شريط في السوق أول محاضرة سواها كان ما شاء الله بصحة وعافية وسوا لنا محاضرة اسمها أسوار الإيمان أول من أتى بالشيخ عائد القرني إلى جدة أستاذ اسمه الأستاذ حسن شاهين إذا بعضكم يعرفه يطلع في التلفزيون عمه حسن أنتوا تظنوا كده بسيط بس داهية العرب هو أول من أتى به جابوا من أبهى وجابوا على جدة في مسجد الأمير متعب محاضرة اسمه أصحاب القلوب الحية أول محاضرة الشيخ عائد حضرها أربع صفوف لا أحد يعرفه والذي جابوا الشيخ حسن شاهين خلاص خذوا معلومات شوية في التاريخ في التاريخ المعاصر طيب الشيخ عبد الرحيم الطحان أول لقاء به ألف وربعمائة وستة الهجرة حدثنا عن قيام الليل وأشرتته كلها عبارة عن ثلاث ساعات هو ما يتقبل أسئلة محاضرات مباشرة روحوا للتسجيلات تلاقوها أو في النت تلاقوها ورجل كله إيمان كله أدلة وآيات وحديث شيء عجيب الشيخ الألباني الشيخ الطحان صراح حول أحاديث نبوية ركزوا معي اختلاف حول إيش؟ حول أحاديث نبوية بس روافنان روافنان ضعيف صحيح أرى ما فيها مشكلة شوية جاء الشيخ طبعا الشيخ الطحان يعني شديد جدا وإلى يوم الناس هذا ما يتفرج تلفزيون ما عنده تلفزيون في بيته فقط يسمع راديو رجل شديد جدا سميه محاضظ جدا وارع جدا إلى يوم الناس هذا إلى لحظتنا هذه ما عنده خطب ومحاضرات إلا قال الله قال للرسول قال الله قال للرسول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وبعدين روا أحمد وروا الترمذي وروا الحاكم وروا البزار قبل عصر النت يا جماعة قبل عصر النت يجب لك الجزء والصفحة والتخرجات والأسانيد مذهل جدا مذهل جدا قال كلمة كالتالي كالتالي لما جاء يتكلم عن سيدنا الحسين والحسن رضي الله عنه وأرضاه ومكانة الحسين قال ليتنا نلعق بألسينتنا قدم الحسن رضي الله عنه وأرضاه مكانة مين؟ يتكلم عن الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه قالوا صوفية صوفية ما لقيت غير هذا تقول أنه صوفية ياه هذا إنسان ما شاء الله عليه قمة السلفية ليس صوفية قال أمسكوا عليه أمسكوا عليه بسرعة مسكوها عليه لماذا قال نلعق بألسينتنا قدم الحسن الله أكبر بدأ المشروع طيب بعدين يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول له يا شيخ أنت عبد الرحيم الطحان لو أنت كنت مخلص لله لأن الشيخ الطحان قال أنا غير مخلص سأقول لكم القصة بعد قليل فقل له الشيخ الألباني مدام أنت غير مخلص لله سبحانه وتعالى لا تتكلم بعد كده فرد عليه الشيخ الطحان قال له قضية الإخلاص وعدم الإخلاص لا يعرف بها إلا الله لأن الإنسان لو قال أنا أعرف في جوا قلبك هذا شرك بالله جاء صاحبنا كتب الكتاب الشيخ عبد الرحيم الطحان يقول أن الشيخ الألباني ليس شرك بالله وهو أصلا غير مخلص وهو يعترف على نفسه أنه غير مخلص ويروح يتكلم على الناس وسبه مشتمه شوفوا 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 والله الذي لا يعرف كما هي القصة هكذا أنا لما سمعت الكلام قلت لا 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 وبدأ اللعب وبدأ التزوير شوفوا شيوخ وعلماء جلاء والدنيا ذي كيام أشرطة أرجع لأصول الأشرطة وأرجع لأصول الكتب شوفوا القصة كيف الإمام الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء تعرفونه صح يعرف واحد اسمه الإمام هشام الدستوائي إمام ايش؟ قال يشudi الإمام الدستوائي شيخ الإسلام مين هو؟ شيخ الإسلام لا لا إمْم بتأمية هشام الدستوائي وكلمة شيخ الإسلام تقال عن أكثر من واحد يا شهرت عنتنا وأمتنا ولكمAKI47 أو الإمام الصبري أو كريم وكل كل واحد يقول عنه شيخ الإسلام طيب قال هشام الدستوائي إенс quelle شيخ الإسلام له مقولات يقول التالي والله ما ذهبت يوما من الأيام أطلب العلم أبتغي به وجه الله ما رأيكم؟ يقول أقول لكم أني أنا جاي أدرسكم الآن لوجه الله والله ما أقولها ما نقصدنا هذا الكلام؟ لا ممرأي تواضع يقول لك أنا أجي أقول جالس المجلس لوجه الله لا والله ما أقولها الله أعلم ما نيتي ما أعرف أنا إنسان ضعيف شيخ الإسلام هذا من الآن ينقل هذه العبارة الآن؟ الذهبي فين؟ سير علام النبلاء الإمام الناقد الذهبي ما يعقب على هذه الكلمة الإمام الذهبي؟ ما يقول؟ يقول والله ولا أنا أقول أنني ذهبت في يوم من الأيام أطلب العلم أبتغي به وجه الله يقول بالتأكيد في حظم الحظوب جاء الشيخ عبد الرحيم الطحان يقول والله ولا أنا أقول أنني في يوم من الأيام ما قاعد يسويه الآن؟ يقلد الآن بعد السلف سأخذ الكلمة الأخيرة حقاة عبد الرحيم الطحان وقال له مدام أنت مرائي وقاعد تعترف بنفسك وتقول والله ما ذهبت في يوم من الأيام أطلب العلم التخيب يا مرائي مدام أنت قاعد تعترف على نفسك لماذا تتكلم عن المشايخ؟ وما سأخذ؟ هشام دستواي وشال إمام الذهبي ورحش؟ قال هذا الذي يتكلم على نفسه ما تسموه بالله عليكم هذا الكلام؟ قلة الأمانة قلة الأمانة العلمية فنأتي ونختلف فيما بيننا لما تقروا الكتب وتحققوا المسائل نعرف لماذا اختلفنا رقم اثنين شاهد آخر في نقض التاريخ لما ذكرت لكم قصة أبي بكرة اللقاء الماضي أبو بكرة صحابي ارجعوا لترجمة في كل كتب السلف ما سيقوله؟ الإمام والثقة الصحابي العدل الثقة الإمام والصحابي العدل كل الأئمة يتكلمون هذا الكلام يروي رواية في حديث ما أفلح قوم ولوا أمره ممرأة في البخاري حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تأتي مرأة وتكتب مقالة وتقول آه ما أفلح قوم طبعا هي قاعدة تنقل أصلا هي نقل ماش تمحيس تقول أبو بكرة هذا اتهمه عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضه بأنه إيش؟ بأنه جلد وضرب في الشهادة كيف نقبل شهادة إنسان يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجلود في شهادة خلاص شفتوا يا جماعة الخير خلاص الحديث لا تقبلوا الحديث مصحيح الله 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 هو كذا ناقش رواية الإمام البخاري عبارة عن لعبة طيب لو كانت المرأة أمينة إيش كانت سوت لنا يا جماعة هايش تعرفوا إيش كانت سوت كانت راحة نقلت لنا كل المعلومات عن أبي بكرة وبعدين خلتنا نقرأ ونطلع فماذا نفعل؟ يجي يا إمت السالف يقول لك خلاص خلصنا اثنين يأتي ويقول وأما قصة أبي بكرة حكيتكم عنها خلاصة المرة الماضية جالس هو ثلاثة من الصحابة كان غطاء مقابل غطاء اللي هو النوافذ المفتوحة فجاءت الريع فكت الغطاء ونظر إليها والحديث صحيح فنظر الصحابي إلى أبي بكرة رضي الله عنه وارضاه وأذ به مع امرأة يواقعها فقال أبو بكر لمن حوله أترون ما أرى فرأوا هذه المرأة كم واحد هم ثلاثة ولهذا الصحابي رابعهم فقالوا لأبي بكر لما جاء وقت الصلاة صلاة الفجر والله لا تؤمننا بنا لماذا أنت رجل تاريخك الآن نرى لك وعندنا شهود كم شاهد أربعة هم المجموعة الكلي فاختلفوا فيما بينهم فأخبروا عمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب أرسل أبو موسى الأشعري أنتوا لكم تخيلوا ألاف الكيلومترات جماعة يعني المسألة ليس بساطة من كثرة ما كان السلف يتشددوا في التثبت فيرسل النبي صلى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبو موسى الأشعري يتأكد ويقولوا له الرأي بعدين يأخذهم أبو موسى الأشعري وديهم فين يرجعهم إلى المدينة إلى عمر الخطاب أهلاف الكيلومترات يوصل عند أمير مؤمن عمر ها يا أبو بكر إيش القصة ومعهم المغيرة قال لهم يا أمير المؤمنين يعني حركت الريح للغطاء فرأيت أبا بكر مع أم جميل مع أمرها معروفة وقد رأيتها وأشهدت القوم على ذلك وأخذوا يقولوا بالتفصيل اللقاء الذي كان بينهما قال وتشهد قال نعم قل رأيتها فعل كذا قل رأيته فعل كذا وكذا خلصنا يا ثاني رأيته قال نعم رأيته فعل كذا وكذا جاء الثالث رأيته فعل كذا وكذا جاء الرابع قال شفت ولا ما شفت قال رأيت واقعة حقيقية مواقعة حقيقية هيا أم جميل ولا أم جميل قال كأنها هي شوف قاعدين نتكلم عن تعبيرات خفيفة جدا جدا بس تعبيرات تغير حكم كله هاي أبو بكر ترجع ولا ما ترجع عن رأي قال لا والله لا أرجع هذا أنا شفت بعين وهذا حكم أدين الله به وانتو يا ثلاثة قال أبدا اثنين منهم قالوا والله شهدنا ولا يمكن نرجع هي فلانة بنت فلانة جاء المغيرة قال لا مش هي فقام عمر الخطاب وعدل ما 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 يلعب عمر الخطاب قال أطبق فيك الحكم صحابي غير صحابي كل الموجودين يزكو كلهم يزكوه أحد منهم تكلم في ديانته وعدالته ولا واحد هي قصة واحدة فقط هاي شو رأيكم قال والله ما أرجع جلدهم أمير مؤمنين عمر الخطاب مرت الأيام يا أبا بكرة لو عدت وتبت سأقبل شهادتك قال والله لا أعود هي كلمة حق قلتها هذا لا علاقة بعدالته لا علاقة بديانته ونزاهته ما لا علاقة كلهم يقولون أنه عدل ثقة فتجي أختنا في الله لماذا تفعله؟ تذهب إلى هذا الكلام كله وتجيب لك أن هذا فلان مدام أنك عم الخطاب ضربك يا أخي فأخي يستحي على وجهك وإنت شهادتك غير مقبولة وإنت يا إمام يا بخاري الذي رايحنا من مدينة إلى مدينة لكي تقبل الروايات الحديثية وتضع لنا شروط معقدة يا أخي كيف تضع الحديث صحيح يا بخاري لا أنا لا أعاجبني يعني المرأة تصبح ملكة بإمكانك أنك لا تسبي وتشتمي وتنتقصي بإمكانك تجيب المعلومات كلها بإمكانك تأتي برواية كلها تبتقنعين المرأة ممكن تأخذوا ولاية الكبرى ترى بعض الفقهة قال هذا الكلام بس بيش مش بالأجيب رأي وأخفي عنكم أراء أخرى لاحظتم هذه مشكلة الذي سيتكلم في التاريخ رويت لكم رواية أخرى الأسبوع الماضي وأنا حبيت فقط أني أكمل لأنه في لقاء اليوم بعضكم سيتابعوا ويشاهدوا أجي لك أنا على أي تابع من التابعين أي صحابة من الصحاوة وحاجة أقول لك وذكرت لكم قضية النبيذ عن معاوية النبي سفيان رضي الله عنه أرضه أقول لك وكان يفعلها ورؤية يشربها أي شيء أقول سبحان الله معاوية يشرب خمرة كبيرة من كبائر الذنوب وعلنا وهو الخليفة الأعظم قاعدير الشام والحجاز والعراق يعني شيء ومصر شيء مريب غريب كل الصحابة ساكتين فنأتي لأئمة السلف ماذا يقولون قال وكان رضي الله عنه وضاء يشرب النبيذ لوايش ما هو سكر ليس الخمر النبيذ والذي قال فيها الزمخشر إذا سألوا عن مذهبي لم أبوح به وأكتبوا هو كتمانوا وليا أسلموا الزمخشر ما يقول يقول يا شماعة الخير كلما أذهب أقول أنا من المذهب الفلاني يسبوني أقول لهم أنا حنفي يقولوا أنت فيك آه حنفي عرفناك أنت صاحب الرواية التي تقول فيها جوز طيب يا شماعة أنا شافي أقول آه أنتوا لديكم الرواية التي تقول جوز طيب يا عمي أنا مالكي آه أنتوا لديكم رواية في المذهب يقول جوز طيب أنا ماني من أهل الفقه أنا واحد حديث قال آه أنتوا محدثين أنتوا بس حدثنا حدثنا لا تفهموا شيء في الفقه إذا سألوا عن مذهبي لم أبوح به وأكتموا وكتمانوا وليا أسلموا فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلاء اللي هو النبيذ وهو الشراب المحرم هو مختلف عليه وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هبو وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت اللي يمنزينه وعياذ بالله والبنت تحرمه وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم طيب وإن قلت من أهل الحديث والصحبي يقولون تيس ليس يدري ويفهم الله عجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من ألسن الناس يسلم ما في الحناء لكم قلنا لكم فقه قلتونا لا قلنا لكم محديث قلتونا لا هؤلاء نفس الآلية يقول لنا يا جماعة أخير استهدوا بالله اصبروا شوي بس احتسبوا لله العلم يا جماعة أخير الأئمة السلف قالوا التالي قالوا أنه كان يشربه أبو سعيد الخدري كان يشربوها وابن عباس كان يشربوها وفلانهم كان يشربوها وجاب بن عبدالله راوي الحديث كان يشربوها ومعاوية كان وعمر الخطاب كان يشربوها صاحب الدرة المشهورة كلها بأسانيدة صحيحة اشمعنا معاوية رضي الله اليوم كان يشرب خمارة واحدة ثم كانت موجودة عند الجميع طب ما تنقلوا للرواية هذه ونقلوا للرواية الأخرى ومعد ذلك تركوني أحكم بالأسانيد وبرجال لكن ما هو المطلوب مني لازم تسمع مني رأي واحد وبعد ما تسمع مني أي واحد يقول لغير هذا الكلام ما تصدقه لماذا يا جماعة هل وصل بنا الأمر إلى أننا أم حدية لا نتناقش ولا نتحاور ولا نتفاهم دعني يا أخي دعني أقرأ ودعني أطلع طيب عندي طبعا سبع قضايا أخرى سأأخذ قضية واحدة وأختم إن شاء الله سبحانه وتعالى كالعادة ما نستطيع نكمل دائما وهكذا هي الدنيا الكمال محال كما قال الشيخ الطنطاوي رحمة الله عليه لما ماتت بنت بنان فيوم لنا ويوم علينا ويوم النساء ويوم النسر الكمالات هذه غير تامة القضية الثالثة قضية الحزبية والوحدة تحزباته والوحدة السلف الصالح رحمة الله عليهم كان عندهم مقياس ترى يمكن خمسة دقائق وأغلق ونقبل الأسئلة ممكن؟ إن شاء الله السلف الصالح رحمة الله عليهم ركزوا معي في التالي عندما تكون الأمة مجتمعة على شيء معين كانوا يتنازلون عن آرائهم التي يدينون بها الله سبحانه وتعالى حطوها تحت عشر سطور أعيد الكلام لما في قضية لوحدة الأمة عندي رأي أدين الله به والقضية فيها وحدة أمة أتنازل عن رأي الديني اللي أنت تتعبد الله فيه نعم اللي أنا أتعبد الله فيه مثال يجي الإمام الشافي عليه رحمة الله يرى أنه في صلاة الفجر نقلت في الصلاة ما نقول اللهم أدينه في من هدايه تعالى متى هذا الكلام قنوة الفجر كل يوم كل يوم حتى الآن لو بعضكم يروح البلد في مسجد اسم مسجد الشافعي تعرفوا في البلد إلى اليوم يقنط في صلاة الفجر أنه شوافع والإمام يمني فشافعي يقنط اللهم أدينه كل فجر وهذا رأيه شوافع عليهم رحمة الله الإمام أحمد الحنبل يرى أنه إيش بدعة ما يجوز طيب الإمام الشافعي هذا رأيه والإمام أحمد هذا رأيه يدرس الناس يقولوا يا جماعة خير لا تطبقوا هذا الفعل لأنه بدعة مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم جاء الإمام أحمد يزور من الشافعي فلما صلى خلفه الشافعي ما يقنط يقنط ماذا تقول بدعة ما هو المطلوب منك ما تطبق البدعة فرفع يديه وقنت فجاءه الناس قالوا يا إمام كيف تقول لنا بدعة أو أنت تطبق البدعة فأشار إلى مين الشافعي اللي في المحراب الشيخ قال أما هنا بحضرة هذا الإمام فلا ليه تتعبد الله كذا وكذا قال لك لا أنا في النهاية في النهاية هو مجرد إيش رأيي اجتهاد أقولت لك أنه بدعة تمام ولكن صحيح أنها بدعة لكن إذا اجتمعنا مع بعضنا البعض شيء يسير لازم واحد مننا نتنازل تتنازل عن شيء تتعبد الله به طب وأنا في النهاية في شيء متعبدين لله به كلنا إيش هو يا جماعة مين يعرف اللي هو إيه غير الصلاة إليه يعني الآن نحن في الصلاة مجتمعين على ماذا جماعة على الوحدة فما دام نحن مجتمعين على شيء معين هذا أمر متفق عليه أو مختلف عليه متفق عليه والأمور الأخرى مختلف عليها فكونا مختلفين عليها فما نجي نسوي مشكلة كبيرة هذه القصة يأتي في صحيح مسلم الصحابة ورأوا الإمام عثمان بن عفار رضي الله عنه جاء في ميناء اللي هو يوم ثمانية وإذ به يتم الصلاة في أحد يتم الصلاة في يوم ميناء الناس يتسوي في ميناء تقصر الصلاة الظهر والعصر والعشاء جاء عثمان قال يا جماعة الخير نحن سنتم الصلاة شوفوا القصة كيف تبدأ قالوا لي ليه شاء عثمان قال إن لنا أهلاً بمكة ونحن من أهل مكة ودامنا المكة نحن إيش مقيمين نحن مش نمسافرين قال طيب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل مكة وأهله في مكة وبيوته في مكة وقصر الصلاة وأبو بكر بيوته في مكة وقرشي أموي ولا لا رضي الله عنه ورضاه وقصر الصلاة وعمر الخطاب قرشي عدوي وقصر الصلاة أنت من فين جاي بهذا الكلام جاء واحد من المشائب من الصحابة تحمس فقرأ قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره من هو الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم إيش فتنة أو يصيبهم عذاب أليم بعدين ترى تجمعوا الأسئلة عشان ما الأخبر أن تصيبهم فتنة وصيبهم مع ذهبنا بعدين قالوا لا لا يحدث نجمع كل الصحابة ونذهب لعثمان ونقول له يا عثمان لا يحدث أنت تخالف الدين ويحذر من يتكلم من يتكلم قال له عبد الله بن مسعود فراء عبد الله بن مسعود جمعوا الصحابة كلهم ومن موجود عثمان وعثمان له رأي والصحابة موجودين والناس متجمعين والمسألة فقهية فقال عبد الله بن مسعود يا إخوتاه وصل لهم رسالة اتقوا الله فإن الخلافة شر وعليكم بسنة عثمان نحن جايبينك عشان تقول توعظ الرجال قال لا 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 كل الأمة مجتمعة في الأخير عثمان اجتهد ولا ما اجتهد أنا بالنسبة لي رأيه خطأ ولا صواب بالنسبة لي خطأ بس في الأخير هو عنده رأيه وعنده دليله وأنه مقيم وأن المسألة الأحكام النسك متعلق بإيش متعلق بالمقيم والمسافأة كذيرا مع أنه جل الفقهية يتكلمون عن ماذا أن المكة متعلقة كنسك يعني الواحد من أهل مكة راح في ميناء يقصر الصلاة وإذا رجع إلى العزيزية يصلي الظهر العصر يوم 11 يوم 12 ماذا يفعل برضو يقصر الصلاة وإن كانوا من أهل مكة لأنه نسك هكذا رأيهم وهذا الرأي الفقهاء كلهم عليهم رحمة الله عثمان لوري آخر في الأخير قال لهم وحدة الأمة جمع الأمة حتى لو كنا نعبد الله بطريقة يا جماعة الخير أعطوني الأراء كلها الشيء الذي أريد أن أقوله في هذه المسألة عندما نأتي إلى الأراء والأحزاب لا تحاول أن تقنعني بحال من الأحوال في التفريق لا تحاول أن تسعى جيداً لهذا الأمر إذا أتيت لي برواية من الأمان العلمي إيش تسوي تعطيني الرواية الثانية إذا أعطيتك خبر أعطيني الخبر لآخر ولذلك دائماً دائماً الإنسان الذي يسمع من طرفين ويقرأ الكتابين ويهدأ نفسياً يمكن أن يحدث عنه حالة من لحظات الطمأنينة والسعادة بل والله لن تجد أسعد ولا أجمل ولا أمتع من إيش من أنك أنت توصل للمعلومة بهدوء دون أن تتوتر يعني تصبح عندك حالة توتر أو حالة شكك تقول سبحان الله ما أعظم هذا الدين ما أجمل هذا الدين رأيه ورأيه وفقه وفقه بالله تعالى أنا لم أحكيتكم القصة الماضية لما الصحابة تكلموا عن المتعة يتكلموا فيما بينهم وبالعكس ويعترض كل منهم على الآخر برأي قوي يعني إخواننا الشيعة الآن اللي يقول لك زواج المتعة صح من اللي قاعد يقولها؟ الشيعة والشيعة يميلون إلى من؟ إلى علي مع أنه علي هو الذي كان يرفض زواج المتعة زواج المتعة تتفق مع امرأة وتقول لها سنتزوج مع بعضنا البعض لمدة يوم 24 ساعة خذ الفلوس يا فلان الشهد يا فلان الشهد سلام عليكم تزوج 24 ساعة ومشيو هذا مين كان يسويه؟ كان يسويه عمر من الخطاب ومعاوية بن أبي سوفيان وجابر بن عبد الله وسعيد أبو سعيد الخدري وعيش من الصحابة وما حرم كما قال في رواية مسلم إلا في آخر عهدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضا وبعدين نجي خلاص من؟ ابن عباس ويقابل مع علي وتحاوروا فيما بينه يقول يا علي ماذا تقول؟ يقول والله علي بن أبي طالب يقول أعلمين هذا ابن عباس من ابن عباس؟ ترجمان القرآن وحبر الأمة إنك لرجل تائه أنت فين فين عقلك؟ يقول أنت تائه ولا يرد علي ابن عباس يقول هذا هو الشيء الشارعي هادي جدا يتكلموا مع بعض يتحاوروا مع بعض ولكن ما هي الأمانة العلمية المطلوبة؟ أقول لك هذا الرأي وأقول لك إيش؟ الرأي الآخر وأبسطه عليك بحنان و بهدوء عشان ما أوغر صدرك كنا آخر ما أختم به كنا نجلس في مجلس الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه وننتقد ونقول آراء ونقول مرويات ونقول أحاديث بعدين لما نطلع ما نسوي؟ ركزوا معايا ما نسوي؟ نطلع ونذهب نبحث نطلع ونذهب نقرأ نقرأ ونذهب نتأمل ونكون هادئين جدا 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 لما أنا أصل إلى المعلومة المفيدة أصل إلى المعلومة الجديدة ما هي التي يحدث عندي في نفسيتي؟ مطمئنة ومرتحة لهذا الدين أقول سبحان الله ما أعظم هذا الدين دين جميل ودين عظيم ودين فيه ألفة ودين فيه تجميع للناس لكن لما أنا أخرج وأنا موغر الصدر أعطيك معلومات وبعدين أحقد على الأحاديث وأحقد على البخاري وأحقد على مسلم وأحقد على كذا هنعيش حالة مضطربة لا يعلم بمدى إلا الله خلاصة جلسة مطولة هذه بالأمثلة التي قلت ولكم وعندي عشرات لوردتم النصوص إخواني وأخواتي إيانا وإيانا أن نسمع دون أن نستوعب رقم واحد رقم اثنين نضع كل مسألة لا أقتنع بها تحت درجة التشريح والمسائلة رقم ثلاثة أن أكون في غاية الأدب والتواضع يعني لا أسوي نفسي أني عقلي ما قبل لا 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 قل يا جماعة الخير هذا النص يحتاج إلى مراجعة سأسأل بعض العلماء عنها سأسأل بعض أهل التخصص عنها إيش يصير؟ تصير أنت مرتاح مطمئن جاءني واحد مرة مرات وقال لي قضية السجود تحت العرش أو قضية طول أبينا آدم عليه الصلاة والسلام ستون الذران لا يمكن في علم الجليوجيا هذا الكلام فقلت تفضل هذه الموسوعة التي تقول يمكن وهذا رقم التليفون للأستاذ المتخصص فاتصل به قال له يا أستاذ أنا سمعت أنه هذا الحديث الذي في رواية الإمام المسلم حديث لا يصح وهو في رواية الإمام المسلم لأنه لا يقبل عقليا بعلم الحديث اليوم بعلم الإحصاء اليوم بعلم الجليوجيا اليوم قال يا والدي هذا الكلام غير صحيح عندنا الدراسات الحفريات تقول أن هذا الأمر يمكن ما الذي سيحدث أنا الآن لا يعنيني هذا الأمر ممكن نناقش صحيح المسلم ممكن والبخاري ممكن ولكن عندما نكون أهل للإجتهاد وبعدين لا تدخلني أنا في دائرة الصراع هذه الخلاصة أنا لست في دائرة الصراع أنا من في دائرة المشكلات أنا ممكن أناقش ممكن أحاور ممكن ناخذ ونعطي ولكن لا تجعلني ضمن فصيل معين يعني لا تأخذني وتأدلجني وتخليني أن الإنسان حاقد أو تأخذني وتأدلجني وتخليني إنسان إيش محسوب عليك أنا إنسان مسلم أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أتعبد إلى الله بالمعرفة ولا شيء غير المعرفة والله 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 يا إخوان ويا أخواتي يمكن من عشرين سنة أقسم بالله ما وضعت عقلي لأحد تبوا أكثر من كذا أحرف لكم بالله والله ويشهد والله ما وضعت عقلي لأحد ولكني أحترم كل أحد ما تفسير هذا النص عندك يقول كذا وكذا أعرضه أقول طيب وماذا قيل في كذا وكذا تجيب بعض الناس مؤدبين وعلماء أجل الله يقول هذا تفسيرنا لها أنت ممكن تصل إلى نتيجة تقول الحمد لله وصلت وممكن إيش تقول تقول والله بعد ما وصلت يحتاج الأمر إلى سعة وبحث زي ما قال الحافظ الحجر والإمام النووي أدينا ما علينا من علم ولربما يأتي غيرنا فيوجه المسألة بمعنى هذا اجتهادنا والباقي على مين باقي على غيرنا والحمد لله أن يسلم لي إيش يسلم لي ديني ومعتقدي وراحة النفسية نصى الله سبحانه وتعالى القبول والسداد طالب العلم للرحمن يسجد دينه الإسلام والقدوة أحمد بين عينيه ضحى الأمال يبدو كضحى الشمس جميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر